أهلاً وسهلاً بكم في برنامجنا زي السكر أنا نيرمين هنو والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين يارب بيكونوا سهلين ويعجبوكم أول وصفة هتكون كوكيز روخامية أو كوكيز بالكاكاو والفانيليا وتاني حاجة هتكون كيك مربى بورتقان نبدأ بمقادير الكوكيز بالنسبة لخليط الفانيليا عندنا 170 جرام دقيق ونص معلقة صغيرة ملح بالنسبة لخليط الكاكاو عندنا 120 جرام دقيق نص معلقة صغيرة ملح و70 جرام كاكاو وبالنسبة لعجينة الكوكيز اللي هنخلطها نصها مع الفانيليا ونصها التاني مع الكاكاو هتكون عبارة عن 280 جرام زبدة 120 جرام سكر 60 جرام سكر بودرة واحد صفار بيد وواحد معلقة صغيرة فانيليا هنبتدي بدول هحط الملح والدقيق هنا مع بعض وهنا هحط الكاكاو والملح والدقيق مع بعض هنخلط دول مع بعض بس ابتدي اضرب الزبدة مع الصفار محتاجة البادل هنخلط الزبدة هنخلط معها السكر والسكر البودرة نضربهم مع بعض الأول وبعد كده هدف لهم صفار البيض والفانيليا اوكي انازل الزبدة عشان انا شايفة لسه في جزء من السكر تحت ما اختلطش كويس بالزبدة اوكي كده ضربنا الزبدة والسكر فادل هنضيف عليهم بس البيضة بس برضو طبعا بنرجع ننزل كله هنحط البيضة او صفار البيضة والفانيليا هنحط البيضة او صفار البيضة والفانيليا ودلوقتي هاخد الخليط ده واقسمه مع نوعين الدقيق اللي عندنا في واحد دقيق سايدة والتاني دقيق مع كاكاو هحط نصه مع الدقيق والكاكاو علشان هضربهم طبعا في العجان وهاخد الجزء ده من الدقيق والملح هحطوا مع بقية خليط السكر والزبدة ونخلطهم مع بعض اوكي ودلوقتي اشيل اكا ميادي ودلوقتي اخد الجزء التاني اللي هو فيه الكاكاو واخده في العجان علشان نخلطه مع الجزء التاني من الزبدة والسكر اوكي وكده الجزء التاني كمان جاهز نخده نحطه في البول اوكي هنفرد ورق فلاستيك او كلينغ فيلم على الرخامة والبسكوينتي وحتى دي اخد قطعة من البسكوت السادة اللي بالفانيليا احطها على الورق البلاستيك اعرضها شوية اول واحدة بس اللي حنعرضها كده عشان دي حد نفها وبعدين ناخد قطعة من الشوكولاتة وهنفردها ونحطها فوق الفانيليا هنرجع ناخد قطعة تانية من الفانيليا مرا دي رفايا مش عريضة ناخد قطعة تانية من الشوكولاتة هناخد قطعة بانيليا سوية وبعدين هناخد الورق البلاستيك نلفوا عليها ونحاول نخليها تبقى زي روم هنسويها وبعدين نلفها وحندخلها لحد الزبدة ما تجمت خالص علشان نعرف نقطعها السكينة وتدينا دوائر للكوكيز طبعا بقيت العجينة هنكمل بها نعمل رول تاني الرول ده زي ما قلنا هندخله التلاجة لو مستعجلين ممكن ندخله الفريزر وهيبقى شكله بالشكل ده بعد ما بيطلع من الفريزر هنبتدي نقطع الرول بالشكل ده عادة ممكن نشيل طبعا البلاستيك الاول بس انا بخلي البلاستيك عشان يبدل ما حافزلي على الدايرة تبقى دايرة مضبوطة زي ما احنا شايفين دا بيكون شكل الكوكيز هنجيب سنية عليها ورق زبدة وهناخد الكوكيز طبعا ما ننساش نشيل الورق من عليها وهندخلها فرد بدرجة حرارة 180 وحتوعد في الفرن حوالي ربع ساعة وده بيكون شكل الكوكيز الرخمية او المبتطلع من الفرن يارب تكون الوصفة عجبتكم نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض موسيقى 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 أهلاً وسهلاً بكم نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كايك مربى البرتقان بالنسبة لمقادير كايك عندنا 200 جرام زبدة 150 جرام سكر 3 بيضات 4 معلقة كبيرة حليب 200 جرام لوز مطحون 100 جرام سامولينا أو صميت 1.5 معلقة صغيرة باكين باودر 2 بش برتقان و 3 معلقة كبيرة مربى برتقان وبالنسبة للجليز عندنا 5 معلقة كبيرة مربى برتقان و 1 معلقة كبيرة عصير برتقان نبتدي بالكايك هنحط الزبدة مع السكر و هنضربهم وبعد كده هنضيف البيض واحدة واحدة هحط السميت مع اللوز دقيق اللوز و هحط معهم باكين باودر بشر اللمون هحطه من الأول علشان يبتدي يطلع الزيوت بتاعته و النجهة والطعم الحلو بتاعه نبتدي نضرب الزبدة والسكر وبشر البرتقان دلوقتي هحط المقادير الجافة و اللبن و مربى البرتقان بكده خليط الكايك جاهز والكايك دي برضو من غير دقيق عملناها بدقيق اللوز أو اللوز مفرون و سميت نحطها في قالب وجهز بالزبدة والدقيق طبعا شكل القالب مش هيفرق معنا خالص في الوصفة و ممكن يفرق في وقت الخبز كل ما كان العجينة الصمك بتاعها كبير كل ما بتاخد وقته اكتر في الفرن حوالي 45 دقيقه من الوقتي فضلنا نعمل الجليز هنحط عصير البرتقان ومربع البرتقان على النار ده علشان نخفف بس المربع شوية ونعرف نحطها على الكيك بالفرشة اول ما تغليه هتبقى القاسم وده شكل كيك البرتقان وده الوقتي ناخد الجليز وهنحطوه على الكيك وبكده تكون كيك مربع البرتقان جاهزة يارب تكون عجبتكم وبكده نكون عملنا النهاردة الكوكيز الرخمية وعملنا كمان مربع البرتقان كيك مربع البرتقان يارب الوصفات تكون عجبتكم واشوفكم في الحلقة الجاية على خيرت الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة